موسيقى الحضارة اليمنية القديمة واحدة من أقدم الحضارات على مر التاريخ ومن أعظمها ازدهارا وتمدنا حولت جزيرة العرب من صحراء ووديان إلى جنة لم يشهد لها مثيل منها انبثقت قبائل العرب لتكون النواة الأولى في تمدن الأمة العربية القديمة ومنها انتقلت القوافل التجارية إلى شرق الأرض وغربها لتنتقل للعالم أبهى صور الازدهار والتقدم عبر العصور جاء ذكرها في القرآن الكريم حيث وصفت بالتفرد في قوله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فقد برع اليمنيون القدماء في هندسة البناء والعمارة والزراعة وبناء السدود لتظل آثارهم شاهدة على حضارة أذهلت الرحالة وتغنى بها الشعراء وطبعت اسمها في التاريخ بمداد من ذهب في هذا الفيديو سنسبر أغوار التاريخ لنسلط الضوء على أهم الحضارات والقبائل التي استوطنت اليمن السعيد والتي جعلت منه أيقونة أبهرت العالم لآلاف السنين قبل عشرة آلاف سنة وتحديدا في الجزء الجنوبي من جزيرة العرب نشأت أول حضارة إنسانية حين استوطن الساميون وهم أبناء سام ابن نوح أرض اليمن ليتكاثروا فيها وتنتقل أفواج منهم بعد ذلك إلى الحجاز ونجد والبحرين وفلسطين والعراق ومصر فمنها هاجر أسلاف الفراعنة العظام وحملوا معهم إلى مصر الحكمة والعلم والصناعة والزراعة ومنها كان أسلاف البابليين والآشوريين ومنها انتقلت الجاليات التي سكنت شواطئ البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من الشام وآسيا الصغرى وبلاد اليونان وشمال إفريقيا مملكة سبأ 1300 إلى 1000 سنة قبل الميلاد من منا لم يسمع بمملكة سبأ تلك التي ذكرت ملكتها بلقيس في القرآن الكريم في قصتها المشهورة مع نبي الله سليمان عليه السلام وقد نشأت مملكة سبأ في الجزء الجنوبي من جزيرة العرب وهي اليمن في وقتنا الحالي وازدهرت في الفترة الزمنية الممتدة بين القرن الثامن قبل الميلاد وحتى عام 275 ميلادية التاريخ والنشأة وقد اختلف في أصل اسم سبأ إذ تقول بعض الروايات إن سبأ هو اسم جد قبيلة من القبائل العربية القديمة تعود إليه أصود كثيرا من العرب القدماء فيما تشير الروايات الأخرى إلى أن سبأ هو اسم مملكة أما معنى كلمة سبأ فهي تشير إلى معنى قاتل أو حارب وذلك حسب الأثار الحجرية القديمة التي وجدت بخط المسند ضمت مملكة سبأ عشائر وقبائل عديدة إما عن طريق التحالف أو بقوة السلاح هذا الاتحاد القبلي كان يترأسه كاهن يسمى مكرب وتعني مقرب إلى الآلهة وفي القرن السابع قبل الميلاد قام المكرب السبئي كاربائل وتر بتغيير لقبه إلى ملك حيث بدأ حكمه كمكرب ليدون بعد ذلك مخطوطة طويلة بخط المسند يشرح فيها خلفيات انتقاله من مكرب إلى ملك لمملكة سبأ مدعيا أن إلهه ألمقه هو من أمره بذلك بعد ذلك قام هذا الملك بتوسيع نفوذ مملكته وشن حربا ضروسا على القبائل المجاورة خلفت تسعة وعشرين ألفا وستمائة قتيل وعددا كبيرا من الأسرى كان لهذه الحملات العسكرية أثر كبير على البلاد فقد قام بحرق كل المدن التي أبدت مقاومة له وأمعن في استذلال القرى المعارضة لحكمه طريق الحرير طريق سبأ نحو الثراء وعرفت مملكة سبأ بكونها مملكة ثرية استمدت ثرواتها من التجارة عبر طريق التوابل الممتد من جزيرة العرب جنوبا إلى ميناء غزة على البحر الأبيض المتوسط والذي يغطي حوالى ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين كيلو مترا وتعبره القوافل المحملة بالبخور والتوابل حيث كانت هذه القوافل تتوقف عند نهاية كل يوم في مدينة مختلفة لإراحة الجمال وتبادل البضائع وتستأنف المسيرة في صباح اليوم التالي ورغم مرور العديد من البضائع عبر طريق التوابل إلا أن البضائع الأعلى قيمة كانت شحنات المر واللبان فقد كانت سواحل شبه الجزيرة العربية تشتهر بزراعة الأشجار التي تفرز اللبان ليتم شحنه نحو أوروك وبابل في بلاد ما بين النهرين وإلى ممفيس في مصر وإلى صيدة وجبيل وصور في المشرق وإلى بلدان ما وراء البحر عبر ميناء غزة وتشير معظم المصادر التراثية إلى أن ثروة سبأ تعود بالأساس إلى نجاحها في التجارة وسيطرتها على الطريق التجاري والتي بدأت في عام تسعمائة وخمسين قبل الميلاد لتحكم سيطرتها عليه بحلول القرن الثامن قبل الميلاد وتصبح المملكة الأكثر ثراء وترفا في شبه الجزيرة العربية بناء سد مأرب العظيم عند وصول الملوك السبائيين المعروفين باسم المكاربة إلى السلطة قاموا باستغلال ثروات البلاد لتمويل مشاريع لبناء مبان عظيمة في عاصمتهم مأرب وهي صنعاء باليمن حاليا ومن أشهر هذه المشاريع سد مأرب والذي يعتبر أحد أقدم السدود في العالم إن لم يكن أقدمها على الإطلاق وقد جاءت هذه الفكرة العبقرية لتجميع مياه الأودية الجبلية التي كانت تفيض بالماء أثناء مواسم الأمطار للتحكم فيها وتحويلها إلى خزان لري المزارع المنخفضة في الوديان وقد بني السد من حجارة تم قطعها من صخور الجبال ونحتت بدقة عالية ليتم وضعها فوق بعضها البعض مع استخدام الجبس كمادة للربط هذا بالإضافة إلى قطبان استوانية صنعت من النحاس والرصاص يبلغ طول الواحدة منها ستة عشر متراً ويبلغ قطرها حوالى أربع سنتيمترات وتوضع في ثقوب نحتت في الحجارة لتصبح كالدعامات التي تمنح السد الصلابة الكافية لمواجهة مخاطر الزلازل والسيول العنيفة ويعتبر السد مأرب العظيم واحداً من أضخم الأعمال الهندسية في الحضارات اليمنية القديمة بعد بناء السد أصبحت عملية ري الأراضي ناجحة للغاية لدرجة تسمية مملكة سبأ بالبلد الخضراء وببلاد العرب السعيدة فقد تم توفير المياه اللازمة لري الحقول وهو ما جعل المحاصيل وفيرة للغاية ووفر إمكانية حصاد المحاصيل المتنوعة من التمور والعنب والدخن والقمح والفواكه المتنوعة مرتين سنوياً وقد وصف القرآن الكريم ازدهار الزراعة في بلاد اليمن في قوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور هذا بالإضافة إلى محاصيل اللبان والمر التي يتم الحصول عليها من لحاف الأشجار حيث كان اللبان من أجود أنواع الطيوب في بلدان الشرق القديم وحوض البحر الأبيض المتوسط وكانت تباع بأثمنة مرتفعة نظراً لاستعمالها في المعابد وهو الأمر الذي ساهم في جعل مملكة سبأ مملكة شديدة الثرع قصور سبأ وبناياتها الشاهقة كانت المدن في الممالك اليمنية القديمة كبيرة نسبياً مقارنة بالمستوطنات الأخرى في جزيرة العرب وقد تم بناء الغالبية منها بشكل مستطيل وكل مدينة منها كانت محاطة بسور متين وعليه أربعة أبراج للمراقبة وبابان متقابلان يفتحان عند الفجر ويتم إغلاقها مع مغيب الشمس أما العاصمة فيصل عدد الأبواب حول سورها إلى ستة أو سبعة أبواب ويبنى حول كل باب برجان للمراقبة يسهر الجنود على مراقبتها طوال الليل وأثناء النهار هذه الأبواب الرئيسية كانت تؤدي إلى ساحة مسورة خاصة بالجنود ومن ثم إلى وسط المدينة وبالنسبة للقصور فقد بنيت أعمدتها من الرخام وسقلت الصخور إلى قطع متطابقة ليسهل تجميعها ووضعها فوق بعضها البعض مع استعمال دعامات مصنوعة من الحديد والرصاص للربط بين القطع ليصمد البناء ضد العوامل الخارجية وقد أقيمت الأعمدة فوق قواعد أكبر منها مع صب الرصاص لتقوية الدعائم هذه الأعمدة تتكون من ثمانية أو ستة عشر ضلعا وتتكون تيجانها من درجات ستة ثلاثة منها على هيئة صفائح مستطيلة مكونة من ستة عشر ضلعا والثلاثة الأخريات على هيئة نصف إسطوانة قاعدتها إلى العمود وبطونها إلى الخارج وحرص المعماريون على إخفاء القواعد السفلية بتزيينها برسومات لثيران أو وعول أو حيوانات أخرى تحمل دلالات دينية عندهم وهذا الطراز المعماري للقصور في مملكة سبأ يمثل طابعا عربيا أصيلا لم يتأثر بالخارج طبيعة العمارة وطراز البناء في اليمن القديم لا يختلف كثيرا عما هو ظاهر اليوم في اليمن هناك بعض الاختلافات بلا شك إلا أن أوصاف البنايات في مملكة سبأ والتي جاءت في بعض كتب التراث هي مشابهة للبيوت الموجودة في صنعاء اليوم رغم تعرض الكثير منها للهدم والإحراق كما حدث مع قصر غمدان وقصر ريدان وقصر ديار وغالبية البيوت تتكون من ثلاثة إلى خمسة طوابق استنادا إلى عمق الحفر التي بنيت عليها البيوت وكان الملوك والتجار والطبقات الغنية يكسون أعمدة منازلهم وأبوابهم ذهبا وفضة وقد تحولت بعض المباني والقصور القديمة إلى مساجد بوصول الإسلام إلى اليمن مثل قصر غمدان والذي أصبح يعرف باسم الجامع الكبير كما لاحظ علماء الآثار من خلال فحص بعض المواقع القديمة أنهم استخدموا حجارة تمنحتها على شكل مربع لتبليط الطرق داخل المدن والطرق التي تربط المدن ببعضها البعض كما وجدت آثار تشير إلى استعمال الإسفلت لتبليط الطرقات ديانة مملكة سبأ تم بناء المعابد داخل المدن وخارجها حيث كانت المعابد الداخلية مخصصة لخدمة سكان المدينة بينما أنشئت المعابد الخارجية لخدمة التجار والقبائل الرحالة وكان من الواضح أن الملك كان يتمتع بسلطة كهنوتية كبيرة وكان يشرف على العمليات داخل المعبد ويترأس المهرجانات الدينية وكان الدين في مملكة سبأ يشبه إلى حد كبير الاعتقاد السائد في بلاد ما بين النهرين حيث كان يعتقد أن الآلهة خلقت الناس والعالم وأغدقت عليهم بالمنح الجيدة وكان المقه إله القمر السبئي هو ملك الآلهة ويتشابه مع إله القمر سن في بلاد ما بين النهرين في الكثير من الأوجه وهو واحد من أقدم الآلهة في بلاد ما بين النهرين وتم إهداء المعبد الأعظم في سبأ والذي كان يعرف باسم محرم بلقيس إلى الآلهة المقه واستمر الناس في اعتباره مكانا ذا قدسية حتى بعد رحيل المملكة نفسها هذا بالإضافة إلى آلهة الشمس المسمى بذات حمام ولكل إله من الآلهة خصص معين وكان السبئيون يقدمون لهم القرابين على شكل بخور أو حيوانات أو أراضي زراعية وقد أدت هذه الممارسات إلى بروز طبقة كهنوتية ثرية للغاية وكانت مملكة سبأ قد أسلمت على يد نبي الله سليمان عليه السلام في ظل حكم الملك بلقيس وعبدوا الله وحده إلا أنهم سرعان ما عادوا إلى الوثنية من جديد سقوط مملكة سبأ بدأت شمس مملكة سبأ في الأفول عندما قام البطالمة في مصر بتغيير طريق التجارة من طريق اللبان نحو طريق بحري بعيد عن سيطرة المملكة هذا التغيير ضرب اقتصاد سبأ في مقتل إذ أن تعامل البطالمة في مصر القديم مع مدينة قاني الساحلية ألغى دور مملكة سبأ في طريق التجارة ليصبح البحر بديلا عن الوساطة التجارية لمملكة سبأ ولتتحول مدينة قاني إلى مركز تجمع للتجار من جهة الشرق هذا بالإضافة إلى الغزو الحميري لمناطق واسعة كانت تابعة لنفوذ السبائيين واستيلائهم على جزء واسع منها كل هذه العوامل السياسية والاقتصادية أدت إلى سقوط مملكة سبأ عام 275 ميلادية مملكة قتبان في النصف الثاني من الألفية الأولى قبل الميلاد سطعت في الأفق مملكة يمنية بارزة تسمى قتبان وقد ظهرت في أول الأمر في وادي بيجان وامتدت أراضيها من مدينة ذمار شمالا إلى البحر العربي جنوبا ومن وادي بيجان شرقا إلى البحر الأحمر غربا وقد جعلت من مدينة يمنع عاصمة لها وتقع أراضيها الزراعية الخصبة في موقع استراتيجي على طريق اللبان إلى الجنوب الغربي من أراضي مملكة سبأ وكان يفصل بينها وبين المحيط الهندي أراضي مملكة تسمى أوسان وقد ظهر الكيان السياسي لقتبان بين منتصف القرن التاسع والقرن السابع قبل الميلاد ليستمر في الوجود حتى منتصف القرن الأول قبل الميلاد وقد حمل حكامها الأوائل لقب مكرب كما كان شائعا في دول جنوب شبه الجزيرة العربية للدلالة على منزلتهم الدينية وكان المكرب يدع أب ذبيان بن شهر أول من حمل اللقب الملكي وذلك في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد وكان نظام الحكم وراثيا في الأسرة الملكية بحيث يرث العرش الإبن بعد أبيه أو الأخ بعد أخيه إذا لم يكن له وريث ذكر وقد يحدث أن يشترك الملك وولي العهد في الحكم وتصدر المراسيم باسم الشركين في الحكم وعلى الرغم من أن نظام الحكم كان وراثيا إلا أن الملك لم يكن ينفرد بالسلطة بل كان هناك مجلس يطلق عليه المسود وكان لهذا المجلس مشاركة فعالة في تحديد سياسة الدولة وكانت أسماء بعض هؤلاء الأعضاء تنقش على بعض التشريعات وقد أظهرت بعض النقوش القتبانية أن المجتمع القتباني كان يتكون من عدة طبقات على رأسها الأسرة الحاكمة ثم كبار رجال الدولة ورجال الدين ثم عامة الناس واتبع حكام قتبان سياسة توسعية كباقي ممالك اليمن حيث تم العثور على نقوش تابعة لهم في مناطق كانت تحت نفوذ سبأ في السابق فقد كانت قتبان تتحدى موقع سبأ الذي كان مهيمنا في جنوب جزيرة العرب وقد ارتبطت تجارة قتبان بتجارة التوابل والمر والبخور واللبان شأنها في ذلك شأن باقي الممالك اليمنية هذه التجارة التي كانت تلقى رواجا كبيرا في العالم القديم وكانت سببا رئيسيا في ثراء تلك الممالك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة